داولة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لتظاهرة داخل جامعة واسط منددة بزيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحافظة وعقد جلسة مجلس الوزراء بالمدينة وردد المتظاهرين شعارات مثل شلع قلع وكلهم حرامية فيما يبدو أنهم من أنصار التيار الصدري وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل صباح اليوم إلى مركز المحافظة وقام بزيارة الجامعة جامعة واسط حيث من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في الكوت جلسة الاعتيادية وبدت القوات الأمنية بالاعتداء على كادر قناة فضائية أثناء زيارة العبادي وبالتالي خروج العشرات من الطلاب في التظاهرة ضد العبادي لكن اتفاجأ الطلاب بحجم القوة التي استخدمت ضدهم من غاز مسيل للدموع وإطلاق عيارات نارية وملاحقة الطلاب بالتواثي وانتشار قوات بحجم شبير جداً داخل الحرم الجامعي الأمر امتد إلى خارج أسوار الجامعة وصارت الكوت كلها في وضع استثنائي أمني احترازي هذا اليوم وهناي التساؤلات هواية بخصوص ما حصل اليوم حول ما قال العبادي بحق المتظاهرين من الطلاب حيث دعا إلى إبعادهم عن دائرة الصراع السياسي وعدم توريطهم وكأنه هناك تحذير للطلاب أو تهديد مبطن أو تخويث وبالتالي التفسير يختلف من شخص لآخر ومن جانب ثاني مطالبة السيد الصدر بمحاسبة الطلاب ومعاقبتهم من قبل عمادة الجامعة ووصف الحادث بالتجاوز على هيبة الدولة فهل هيبة الدولة تتمثل بشخص واحد فقط مقابل ملايين العراقيين اللي عيشون تحت خط الفقر؟ أحياناً كلمة هيبة الدولة مستفزة للمشاعر وخصوصاً الفقراء والمساكين بالعراق لما ماكو أحد يلتفت إلى هيبتهم كمواطنين كبشر إلهم حقوق وعليهم واجبات اتجاه بلدهم لما البرلمان يزيد راتب الإسمي ويتمتع بالحقوق التقاعدية ويتبجح أمام الناس بالتمسك بمكتسباته هذا ما يدعى اعتداء على هيبة الدولة؟ وهل هدر الأموال ووصول ديون العراق الداخلية والخارجية إلى أكثر من مئة مليار دولار ما تعتبر اعتداء على هيبة الدولة؟ ولكن السياسة تتغير والسياسة تتناغم من وقت لآخر مع المصالح المتبادلة بعيداً عن الإرادة الشعبية هل يمكن إبعاد الطلاب اللي يعتبرون الشريحة المثقفة والمتعلمة واللي يفترض أن تكون المحرك الأساسي لحرية أي شعب بالعالم عن المشهد السياسي وعن الواقع المرير؟ في تاريخ العراق السياسي الطلاب كانوا يقودون التظاهرات والآن في عراق الديمقراطية رئيس الوزراء يطالب بإبعاد الطلاب عن الصراع السياسي نعم إحنا مع حقن الدماء مع سلمية التظاهرات لكن لسنا مع تهميش وتحجيم دور الطلاب وهؤلاء الطلاب مو طلاب ابتدائية حتى تقاعدهم وتريدهم يسمعون الكلام وإذا ما يستجيبون تعاقبهم ذول طلاب جامعيين يعني كلهم شباب واعين ومتعلمين ويعرفون للفساد اللي سببته الأحزاب ببلدهم بمدينتهم كل شيء في العراق معطل حتى المطالبة بالحقوق صارت معطلة الآن وغدا وبعد غد والمبررات هواية وأولها انشغال القوات الأمنية بمحاربة الإرهاب بينما النواب والمسؤولين مستمرين بهوايتهم المفضلة وهي السرقة واللعب على مشاعر المواطنين وعدم احترامه بالوقت اللي تستقطع فيه رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وتأخير رواتب الموظفين المتعاقدين وسرقة أموال النازحين ومخصصاتهم والتبرعات اللي تجيهم من الدول وهناي ماكو مبررات توقف النواب اتحدهم والمسؤولين فالسرقة مستمرة الشعب وصل لمرحلة لا يمكن أن يطيق الوضع الراهن ولا يتحمل المزيد من الضغوط والاستهانة بالمقدرات والمشاعر فلا الشيخ المسن إلى احترامه ولا الطفل المسكين إلى حقوقه واختلط الحابل بالنابل وتظاهرات هناك وتظاهرات هناك والقمع الأمني للتظاهرات مستمر وبنجاح ساحق وفي دول أخرى تتم حاسبة مصدر أي قوة مفرطة تستخدم ضد المتظاهرين وترفع بها المحاكم والقضايا وتقدم بها استقالات حكومية ويهتزئلها الضمير العالمي إلا إحنا بالعراق أي تظاهرة تصير يحودونها بالتواثي والغازات المسيلة للدموع والطلقات النارية وتالي يطلع المواطن هو الغلطان والمعتدي ولازم يعتذر ومثل ما يقولون فوق الحقه دقه